الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الرياضي ما يسمى تمديد الدالة أو دالة اللغراثم الطبيعي بواسطة سلسلة تيلر هذا مثال على تمديد الدالة بواسطة ما يسمى سلسلة تيلر أو سلسلة تيلر سلسلة تيلر سلسلة تيلر أرجو أن يكون في هذا المقطع الفاهد العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا وعلى بركة الله نبدأ الآن تمديد الدالة كما ذكرنا لنفترض وجود الدالة البسيطة التالية الآن لدينا هذه الدالة f of x تساوي natural log هذا هو اللغراثم الطبيعي اللغ الطبيعي اللغ يعني القلم هذا خليني أمحاه وأكتب بأن هذا هنا هاي هي اللغ الطبيعي طبعا للمتغير x فإذا الآن نريد أن نستخدم تيلر سيس أو سلسلة تيلر بتمديد اللي هو expansion لهذه الدالة حاول قيمة معينة نرغب كما ذكرت الآن بتمديد الدالة حاول مركز التمدد مركز التمدد أرجو أن ترجعوا إلى المقطع السابق حاول center of expansion اللي هو طبعا هنا اعتبرنا بأن مركز التمدد هو a يساوي 1 صحيح فالخطوة الأولى الآن خطوة الأولى نقيم الدالة من سلسلة تيلر عند مركز التمدد a a فقط فالnatural log طبعا a اللي هي تساوي حصيح في هذه الحالة الnatural log اللغ الخن الطبيعي الكمية واحد يساوي صفر وبالتالي إذن أول قيمة تساوي صفر في سلسلة تيلر الآن خطوة الثانية خطوة الثانية نشتق الدالة لعدد المرات التي نرغب طبعا كل ما زدنا عدد المرات على الاشتقاق بتكون دقة التقدير أكثر ثم أكثر ثم أكثر في هذه الحالة سنشتقها فقط أربع مرات ثم أضيف في نهاية المقطع المشتق الخامسة حتى يتبين لنا كيف تزداد قيمة التقدير أو قدرة سلسلة تيلر على التقدير كما يأتي الآن إذن الآن أخذنا المشتق الأولى هل تذكروا أنه إذا Fsof III يساوي فالمشتق الأولى F ozone فالمشتق الأولى F broimes اللي هى طبعا هنا أي طبعا هنا F prime هوX يساوي مشتقه أكس لواحد صحيح مقسمة على أكس الآن و يساوي في هذه الحالة أكس للقوة سالبة واحد المشتقة الثانية of x يساوي الآن سالب واحد في x القوة سالب اثنين وتساوي سالب واحد على x تربيع وتساوي طبعا هنا يعني بدي أستخدم هذه الصيغة الآن f triple prime of x المشتقة الثالثة في هذه التساوي سالب واحد مضروف في سالب اثنين إذن تساوي اثنين في x القوة سالب ثلاثة ويساوي اثنين نقسم على x القوة ثلاثة وهكذا أرجو أن ترجعوا إلى مشتقة اللوغرثم الطبيعة أو اللوغرثم العادي حتى نعرف بعد ما نشتقها الآن إذن هذه هي المشتقة الأولى خلينا أمحى هذا بعد أنكم سأمسح كل هذه اللي كتبت هنا ذكروا يعني الضعف في الكالكولوس أو التفاضل التكامل يعني يجعل كل شيء الحديث في ضعيف عند الطلبة أو المتابعين الضعفاء في الكالكولوس فمشتقة اللوغرثم لوغرثم x لوغرثم x فقط لا غير تساوي واحد على x وبالتالي هنا المشتقة الأولى تساوي واحد على x كما ذكرت هنا فعندما أقيمها أقيمها عند القيمة x وساوي واحد صحيح بيطلع عندي ما يسمى الآن أو هذه القيمة اللي هي واحد صحيح المشتقة الثانية كما ذكرت ساوي سالب x لقوة سالب اثنين وتساوي سالب واحد على x تربيع إذا قيمناها الآن عند القيمة x وساوعد فبتعطيني سالب واحد المشتقة الثالثة تساوي موجب اثنين مضروق في x لقوة سالب ثلاث نحولها إلى كسر فتصبح اثنين نقسم على x تكريب نقيمها عند الآن x تساوي واحد صحيح فبتكون قيمة الدال المقيمة عند هذه القيمة تساوي اثنين وأخيرا في مجال الاشتقاق هنا طبعا في هذه الحالة المشتقة رابعة تساوي سالب ستة مضروق في x لقوة سالب أربعة وتساوي سالب ستة مقسم على x لقوة أربعة إذا قيمناها عند x تساوي واحد صحيح فبتكون النتيجة تساوي سالب ستة هذه القيم سنستخدمها إن شاء الله الآن في وضع الصيغة المناسبة لسلسلة تيلر نريد كتابة آخر نتيجة هذه آخر نتيجة بعد إذنكم هون عند الآن f بx ساوي واحد على x إذا قيمناها عند واحد صحيح فتطلع عند واحد f double prime x ساوي سالب x لقوة 2 عندما نقيمها عند واحد فتعطيني واحد صحيح مشتقة ثالثة دعوني أشيل هذا مشتقة ثالثة بتعطيني اثنين مضروق في x للقوة سالب ثلاثة نضح على شكل كسب تصبح اثنين نقسم على x تكعير عندما نقيمها عند x تساوي واحد صحيح بتعطيني هذه القيمة وأخيرا المشتقة الرابعة تساوي سالب 6 بضروب في x لقوة سالب 4 نضح على شكل كسر ونقيمها عند واحد صحيح فتعطيني هذه القيمة إذن الآن لدينا أربع قيم هذه القيمة الأولى هذه القيمة الثانية هذه القيمة الثالثة وهذه القيمة الرابعة سنستخدم كل هذه القيمة الآن في وضع الصيغة الناسب كما ذكرت عن سلسلة تيلر نتابع بناء ذاك تكون سلسلة تيلر من الدرجة الرابعة يعني معناها الآن أربع مشتقات سلسلة تيلر أربع مشتقات من الدرجة الرابعة كما يريد هذه الصيغة الآن natural log of x لأنه يعني تقييم هلأ natural log of x عندما تكون x تساو واحد هذه تعطينا صفر إذن هذا هو الصفر الذي ذكرته إذن هذا الصفر الآن هذا الواحد صحيح هنا نضربه طلعوا لي هلأ الصيغة بعد إذنكم خليني أمحى حتى تكون كل شيء واضح أوكي خليني أمحى أمحى كلاته هذا بيكون كل شيء واضح إن شاء الله لدينا الآن إذن هذا الصفر عرفنا يعني عرفنا من أين أتى اللي هو natural log of 1 صحيح هو يساو صفر الآن هذه القيمة اللي هي المشتقة الأولى وقيمناها عند الواحد الصحيح هذه نضربها في x سالب a a في هذه الحالة 1 وانقسم على 1 factorial 1 factorial 1 factorial وبالتالي الآن تساوي x سالب 1 كما ذكرت ناقص الآن لإشارة سالبة هنا فقط إشارة سالبة هنا سالب سالب 1 في x سالب 1 لكل تربيع على 2 factorial هاي 2 في 1 زائد هذه الآن القيمة موجبة 2 هذا هي هنا 2 في x سالب 1 لكل تكعيب هنا طبعا هنا 1 في x سالب 1 لكل تربيع هنا x سالب 1 لكل تكعيب هنا مقسم على 3 فاكتور هاي 3 ضرب 2 سالب آخر قيمة اللي هي سالب هنا أصبحت 6 في x سالب 1 لكل طبعا للقوة 4 على 4 فاكتور يسبب 4 في 3 في 2 في 1 الآن طبعا سنختصر إن شاء الله ونبين بالضبط يعني القيمة التقديرية لهذه الصيغة إن شاء الله بافتراض رقم معين أو قيمة معينة نكمل إن شاء الله لاني الآن أتابع نريد كتابة السلسلة آخر السلسلة آخر السلسلة كتبناها هي نوناتشل لوج أو أكس يساوي الصفر زائد واحد x سالب واحد سالب الآن كسر واحد مضروب في x سالب واحد لكل تربيع على 2 زائد 2 في x سالب واحد تكعيب لكل تكعيب هنا على ثلاثة فاكتوريال سالب 6 في x سالب واحد لكل لقوة 4 على 4 فاكتوريال زائد R هذا R هو الرميندر أو المتبقي من التقدير لأنه هذه القيمة الآن تعطيني قيمة تقديرية يتبقى الخطوة بالتقدير هنا فاكتوريال فنكمل قيمة اللوغرثم الطبيعي تعلمنا نحن تعلمنا أنه اللوغرثم الطبيعي للعدد الاثنين أرجو الانتباه هي هذه القيمة فاصلة 69 31 47 لأقرب ستخانة كما ذكرتهم أما بواسطة سلسلة من الدرجة الرابعة فتصبح كما يلي ناتشل لوغ في 2 الآن هنا استعرضنا عن x في 2 وأحنا وسعناها أو بدلناها حول القيمة 1 ف2 سالب 1 سالب الآن 1 مضروب في 2 سالب 1 لكل تربيع على 2 فاكتوريال يعني عوضت عن كل x هنا بالقيمة 2 إذا بتلاحظوا وهنا زائد 2 في 2 سالب 1 لكل تكعيب على 3 فاكتوريال هنا 2 فاكتوريال و3 فاكتوريال وأخيرا سالب 6 في 2 سالب 1 للقوة 4 على 4 فاكتوريال الآن نفك هذه الأقواص ونستخرج القيمة فبتكون القيمة كما يلي إذن الآن حسب سلسلة تيلر قيمة الناتشرال لوق للثنين هذه هي القيمة الفعلية لكن هذه القيمة التقديرية ويبقى عندي R اللي هو الخطأ بالتقدير فلاحظوا يعني الآن الخطأ في التقدير هو عبارة R هذه هو عبارة عن أقل من 11% اللي هو فاصلة 10 98 14 بالمية طبعا إذن هذا الآن هنا السهم الأخضر يبين على أنه R تساوي فاصلة 10 98 14 الآن سأتمم وأبين أنه كيف ينخفض هذا الآن الخطأ في التقدير نعيد نعيد كتابة آخر تطبيق هنا آخر تطبيق هذه اللي هي Natural Log 2 تساوي 2 سالب 1 سالب 2 سالب 1 لكل تربيع 2 زائد 2 سالب 1 لكل تكعيب على 3 سالب 2 سالب 1 لكل القوة 4 على 4 بعد ما اختصرت شلت فاكتوري يعني زائد الرماندر هذا الرماندر أو ما تبقى وطبعا الآن سنقوم بزيارة عدد درجات السلسلة بمقدار واحد يعني أي إضافة المشتقى الخامسة ونعوض الآن لاحظوا المشتقى الخامسة الآن تعطيني هذه القيم النهائية هذه الآن القيم الأربعة الأولى المحسوبة هنا كما حسبناها في الشريحة السابقة هذه قيمة المشتقى الخامسة وبالتالي الآن هذه نفسها 0.2 لاحظوا لواحد للقوة 5 يساوى 1 نقسم على 5 يساوى 20% نضيفها الآن لاحظوا الآن الذي حدث الذي حدث أنه التقييب الفعلي اللي هو فاصلة هذه فاصلة 0.69 3 1 4 7 هاي القيمة الفعلية للتقدير عفوا القيمة الفعلية إذا وضعنا رأسا الناتشرلوغ بثنين اللي قدرناها كانت 0.583333 وتساوي زي ما ذكرت قبل قليل 0.10 9 8 1 4 الآن عندما أدخل عندما أدخل المشتق الخامسة ينخفض أرجو تجربتها منكم أحبة الطرب وتابعين ينخفض R يصبح بالحال هاية 0.9 1 1 0 1 86 أي أنه انخفض من 0.10 10 9 8 1 0 إلى 0.90 180 ما يعني بأنه انخفض تقريبا بمقدار يعني 10% تقريبا 10% بالمية أو 1% من الألف وبالتالي الآن كل ما زدنا عدد المشتقات ينخفض مقدار الخطأ بالتقدير وهذا هو طبعا هنا يعني الهدف الأساسي من أنه نقدر الدوال حيث ما نستطيع وحيث ما يعني احتجنا ذلك بالاقتصاد لها تطبيقات في التكريف في الانتاج في العمال في الرأس مال وهكذا أكون بذلك قد انتهيت لكن قبل النهاية أرجو أن أبين بالضبط ما الذي حدث هنا بالألوان هنا هذا هو الناتشر لوج this is الناتشر لوج of x الذي يحدث أنه عندما نقيم الآن الدالي عن صفر خلص نحصل على صفر فبتكون قيمت الدالي لساوي صفر عند هذه النقطة خلينا أضحف الأحمر عند هذه النقطة الآن إذا قيمتها عند يعني فقط الآن دخلت مشتقة واحدة فبطلع عندي خط مستقيم خط مستقيم اللي هو واحد إذا الآن أضفت المشتقة الثانية يصبح عندي يعني تقريبا هكذا الخط إذا أخذت أربع خمس ست مشتقات يصبح الآن هذه المشتقات بلون آخر دعني أحط بالأصفر تقترب من التقدير حتى تنطبق عليه لكن سيبقى قار مهما كان يعني يصغر 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 إلى أن ينتهي وبهذا أكون قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن يكون الفائدة العظمى لكم جميعا أحبط متابعين وأرجو الذهاب يعني إلى الدالة هذه وتطبيقها في أكثر من قيمة X X زائد 1 X ناقص 1 وهكذا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته